من التحذير إلى التهديد يمضي المجلس الانتقالي الجنوبي قدماً في رفضه للقرارات الجمهورية التي صدرت في الخامس عشر من يناير الجاري والخاصة بتعيين أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى ونائبين له وأحمد المساي في منصب النائب العام فبعد يومين من صدور القرارات الرئاسية قال الانتقالي إنه سيقدم على اتخاذ خطوات مناسبة في حال تنفيذها إلا أن الرئيس هادي رفض الخضوع لما أسمته مصادر حكومية سياسة الابتزاز حيث أدى في التاسع عشر من يناير الجاري المسؤولون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض تادية اليمين الدستورية أثارت حفيظة المجلس الانتقالي الذي هدد بعدم التعاطي مع القرارات الأخيرة باعتبارها خارج سياق روح اتفاق الرياض وقال المتحدث الرسمي للانتقالي إن عدن لن تكون مسرح لأي إجراءات أحادية وهو ما عده مراقبون بمثابة تهديد بمنع رئيس الشورى والنائب العام من ممارسة أعمالهما في عدن خطوات الانتقالي تجاوزت مسألة التلويح بمنع المسؤولين الجدد من دخول عدن إلى الحديث عن عزم الانتقالي اتخاذ قرارات تحمي ما أسماه متحدث الانتقالي القضية والأرض وهو ما فسره السياسيون بيعاقة متعمدة لعمل الحكومة كلها المتابعون لمسار الأحداث الأخيرة يخرجون بنتيجة مفادها أن الانتقال يتعمد إفشال تفعيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض فالحكومة التي بدأت عودتها نهاية ديسمبر بهجوم دام تعرضت لعاقات كثيرة من الانتقال المتحكم الفعلي بعدا بدعم من الإمارات الإمارات التي يؤكد معارضون لها أنها متضررة من عودة الاستقرار للمناطق الجنوبية تحت مظلة الشرعية ترجمة نانسي قنقر